إذا أردنا تتبع عمليات الخطف والبيع وتهريب الأطفال والأعضاء جغرافياً لدينا مناطق نشطة أكثر من غيرها في أفغانستان مثلاً هرات، مزار شريف، قندهار، جلال أباد، وحتى في العاصمة كابل لكن لماذا هذه المناطق بالذات؟ عدا عن الفقر تحمل مرة أخرى الجغرافيا الإجابة فكما نرى هي قريبة من مناطق حدودية مع الدول المجاورة يعني سهولة العبور وتتم عمليات التهريب عبر قنوات سرية تشرف عليها شبكات قبلية تستوطن المناطق الحدودية تستفيد بشكل أساسي من الدفع النقدي في الوجهة تشكل باكستان، السوق الأكثر رواجاً لتهريب الأطفال تليها إيران ودول آسيا الوسطى قريطة الجريمة قارية فمن نقاط الاستلام في تلك الدول يباع الأطفال من جديد وبمبالغ مضاعفة إلى شبكات دولية ويصل بهم الأمر في أوروبا أو بقعة أخرى من هذا العالم وللإشارة لا يقتصر الأمر على أطفال أو أعضاء بل يتم تهريب المخدرات والقطع الأثرية أيضاً من أفغانستان واستغل المهربون ثغرت الفراغ الأمني في أفغانستان السيمة تحت حكم طالبان ولذلك شهدت البلاد ارتفاعاً لافتاً في نسبة بيع الأطفال ومهما كانت دوافع عائلاتهم لبيعهم تبقى هذه قصة مؤلمة والأسوأ أنها لا تزال مستمرة فاق الفقر الوصف في أفغانستان وبلغ الأمر بعائلات باعت أطفالها مقابل تأمين لقمة العيش أنا أخف الآن أمام منزل أسرة في كابل عرضت بالفعل أطفالها للبيع موسيقى ليس من الواضح مصير هؤلاء الأطفال قد يقعون في أيدي تجار بشر يهربونهم إلى حيث لا يعلمون ربما هم في طريقهم إلى رحلة موت أو مأساة موسيقى 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 موسيقى